بسم الله الرحمن الرحيم في الاول خالص وتكلمنا على الاند والقور والنط وفرقنا بينهم وزي نجمع بوابة لو جات لي عن طريق معادلة وقال لي رسمها اول عجل ممكن يجيب لي رسمة ويقول لي يحولها لمعادلة بولينية او بيسموها معادلة جبر بولين طيب تعرضنا بقى للجزئيات الاساسية وكدسمة جدا للحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم في تركيب البي اللي سي وعرفنا ان في خارج عندنا والخارج ينقسم الى خارج رقمي وخارج تناظري والدخل نفس الكلام برضو ودخل رقمي ودخل تناظري ودخلنا في جزئيات بقى زي التعريفات البيت والبيت والوورد اللي هي الكلمة وبعد كده خدنا بعض المصطلحات الفنية اللي هتقابلني جوا جهاز البي اللي سي زي التركيب بتاعه ولفظ كده ممكن نكون سمعناه كتير اوه في حياتنا اللي هو الرام اللي احنا بنو عليها رام الكمبيوتر والرامات والحاجات بتاع الموبايل الدي كامرام وهكذا وخدنا الروم وخدنا زاكرة تالتة ليه البي اي روم وعرفنا الفرق بين الرام والروم وقلنا ده سؤال مهم جدا جدا في الامتحانات ولازم نخن بالنا منه قوي لان الزاكرة اللي عندنا بتاع الجهاز البي اي سي زي اي جهاز عبارة عن زاكرة الزاكرة دي ممكن تكون زاكرة سابتة وفي زاكرة تانية اسمها زاكرة متغيرة وديتكم مثال صغير كده باللاب توب والكمبيوتر اللي ولكمباك الكبير اللي عندنا في البيت اللابتوب ده قلنا بيبقى فيه زاكرة والكمبيوتر فيه زاكرة وقلنا اللابتوب او الكمبيوتر اللي عندنا او الموبايل اللي في ايدنا دهوت الزاكرة بتاحته دي فيه زاكرة سابتة فيه وفيه زاكرة تانية متغيرة الزاكرة السابتة اللي هي المقصوب بيها النسخة نفسها يعني الهارد نفسه او السوفت نفسه بتاع النسخة اما الزاكرة المتغيرة بقى زي الابليكيشن او التطبيقات اللي انا بنزلها القابل اللي انا بنزله مثلا في اسك وهكذا حاجات كتيرة بنزلها على الموبايل. دي بتبقى اسمها زاكرة متغيرة. ممكن ادلتها زي ما انا عايز. ممكن احطها في مكان ونقلها في مكان تاني. اما الزاكرة السابتة دي استحالة تغيرها خالص. وعرفنا الفرق بالاتنين. تعرضنا بقى لبعض المخططات الهندسية الكهربية لما يجي يديك دايرة دايرة ويقول لك ايه? يقول لك مثلا ايه? يراد تشغيل محرك من مكان واحد. او يراد تشغيل محرك من مكانين. او يراد عكسة حركة محرك. طب انا الحاجات دي بتفيدني في ايه? ما هي بتفيدني في شغلي. انا دلوقتي ان شاء الله بعد ما اخلص ودخط مسلا اتحاقت بشركة من الشركات فني تركيبات كهربية. لازم ما دلوقتي اللغة اللي بين الفنيين مش لغة كلام. ممكن تكون لغة كتابة. ممكن لكون لغة رسم. الروح جايما بصمم لك برنامج كده الرسم. وقول لك اتفضل نفز لي البرنامج ده. هتقول لي لا انا ما عرفش. لازم تكون عندك اساسيات الرسم اللي قلنا عليها. وانتفقنا ان احنا عندنا دائرتين مهمين جدا في في اي دائرة تشغيل بي اللي سي. دائرة تحكم اللي احنا بنقول عليها الكنترول. ودائرة تانية اللي هي دائرة الباور او دائرة القوة. وقلنا الفرق بينهم ايه? في دائرة التحكم زي ما قلتلكم كده امسال ان احنا بنروح جايير الرسمين سلكين كهرباء اللواء الال والان والحشو زي ما قلنا ايه بقى الحشو كان مفاتيح. وخدنا امثلة تطبيقية وواقع كده وخدنا حوالي اربع او خمس رسومات. ازاي نحولهم من مخطط اللي بيسموه اللغة التحكم بتاعتي اللغة السلم او لغة القايمة او لغة الاف بي دي. وده تعرضنا له ان شاء الله في حلقات السابقة. تعالوا بقى النهاردة نخش على جزء مهم جدا اللي هو تطبيقات على البي اللي سي. انت عمل يا مستر تقولينا من الاول خالص ان البي اللي سي ده هو تمكن يشغل لمبنى كامل زي منشاعة صناعية كبيرة. من اول البوابة لغاية الخط الانتاج. يعني تخيلوا بقى معا كده هو اللي بيتحكم في كل حاجة. واول التحكمات او اول الحاجة اللي بتحكم فيها جهاز البي اللي سي اللي انه عبارة عن جهاز الكتروني رقمي زي هزوها الموبايل. بس الزاكرة بتاعته دي قابلة للبرمجة. ممكن احط اللي انا عايزه فيها. زي ما الموبايل بنزل عليه تطبيقات معينة. وحط عليه الاغاني او الافلام اللي انا بسمحها او الفيديوهات اللي انا بتفرج عليها. نفس الكلام برضو في البي اللي سي. بقول له تعالى بي اللي سي شغلني مسلا مصنع. وشغالي المصنع دوت من اول البواب اللي بتدخل الموظفين. والبوابات اللي بتدخل مسلا العربيات بتاع الشركة او المصنع. ومش كده كمان. ده انت كمان تتحكم لي في خط الانتاج. تقول لي والله النهاردة. وليكن النهاردة مسلا كزا. طلعت خمسين منتج. طلعت ميت منتج. وكل منتج في كام كارتونة. والكارتونة فيها كام عبوة. تخيلوا معاها ده كله بيتم بطريقة اوتوماتيكية بحتة. المسؤول عنها جهاز البي اللي سي. ويجعل مكنا نفسها وخط الانتاج نفسه. يتحكم في سرعته. ومش كده يتحكم كمان في عكس حركته لو انا عايز اعكس حركته. طيب. النهاردة ما هنكلم في الجزئيات ديت. هناخد امثلة معينة في واقع معين بنشوفه بعينينا. زي ايه مسلا? زي الملعب اللي احنا بنشوفه في كورة القادم ده. الملعب ده تبقى مساحته كبيرة جدا. بنبقى عايزين مسلا نقول ايه? اعمل لي برنامج اتحكم في اضاءة الملعب. هي غرقة يا بشموء. يا غرقة يا غرقة يا مستر طبعا انا ممكن اعملها وايه المشكلة يعني? لا طبعا. البي اللي سي وفر لها كتير جدا. كنت الاول احط الكشفات واحط على كل كشاف مفتاح. واللمبات تقيد في وقت معين وتطفي في وقت معين لا. ده انا ممكن اعمل ايه? الكشاف نفسه اللي يبقى فيه مجموعة لمبات اللي هو العمود مسلا ده بتاع اللي انت بشوف في استاد القاهرة ده او اي استاد من الاستاد اللي احنا بنتفرج على مطوشها فيها. ممكن يحط لي الكشاف نفسه مدرج لعشرين تلاتين آآ لمبة فيه. الكشاف ده ممكن كنت زمان بضغط زر كده زي بقوله اناوره كله. لا ده انا ممكن اناور تلته ونصه وربعه واسيب ربع شغال وربع مش شغال. كل ده بيتم عن طريق البي الاسي. كان الاول مش كده. كان الاول ممكن لازم الكشافات كلها تقيد في وقت واحد وفي توقيت واحد وبتفصل كلها مع بعض. لا ده انا ممكن اشغل تلت الكمية واستغل التلت التاني ان انا اقفى. بعد شوية اشغل التلت التاني. بعد شوية اشغل التلت التالت. كل ده بقى مش اجيب عامل اقعده جنب الجنب الكشافات. اقول له بعض عشر دقيق شغال لدول او بعد ربع ساعة شغال لدول. لا ده وانا قاعد في مكاني عن طريق برنامج البيالي سي عن طريق الجهاز اللي احنا قلنا عليه برمجته واخدناه لحلقات السابقة كل ده وانا قاعد في مكان معين اللي هي غرفة الكنترول اقول له ايه بقى اقول له والله شغالي الاستاد دهوت مسلا بعد عشر دقايق اللمبات كلها تقيد بروح جاي حاطت مع الكشفات ده هي او بصمم بقى ان انا احط طايمر الطايمر ده والله المؤقت اللي احنا خدناه زي ما قلنا قبل كده بتاع الغسالة الاوتوماتيك او النص الاوتوماتيك هو بقى بيتح تحكم في الوقت اقول له والله انا عايز الكشفات ده تقيد في وقت وبعد ثلاث دقايق او اربع ثواني زي ما انت عايز بقى حسب السيستم اللي انت هتصممه ونور لي الجزء التاني بلا اي تعب منك او موجود هو الجهاز بيشغل كل ده وانت قاعد يبقى فاني التحكم اللي موجود في قلب المصنع او الشركة يعتبر ده رقم واحد في الشركة ليه بقى لانه هو المسؤول عن كل حاجة هو المسؤول عن الاضاءة عن الانتاج عن تشغيل الماكينات عن الوف عن الان عن الفصل عن التوصيل فديه تعتبر من اهم الجزئيات اللي هنتكلم فيها النهاردة ازاي نشغل ملعب او ازاي نعمل انارة للملعب كامل وكده طيب في حاجات تانية هنشوفها في حياتنا برضو لو احنا مثلا نشوفنا الو احنا ماشيين كده في الطرق بنشوف الجماعة اللي هم بيسافلته الطريق كده في حجرة بيضة كده صغيرة والحجرة دي الحجرة دي بتيجى عن طريق ايه بقى بتيجى عن طريق كسرات الكسرات دي برضو بتتدور عن طريق البيلسي الكسرات دي كزا نوع فيه كسرات بتنقل وفي كسرات بتكسر وتعبف عربيات فبالتالي هناخد ازاي نتحكم في الكسرات دهيت ونشغلها ازاي كمان في بوابات عندنا لما نجي نخش مصنع او شركة تلاقي البوابة بتفتح اوتوماتيك والباب بتفتح اوتوماتيك ويغلق اوتوماتيك زي الباب المصعد كده مثلا بس هنا بقى في البوابات الكبيرة البوابات بتشتغل عن طريق بقى مش بضغط على زرار لا ده البوابات دي اوتوماتيك اول ما بعدي بتروح جاي بتروح جاي فتح الباب اول ما بعدي الناحية التانية بتقفل ورا على طول دي بتتمي بتروح اوتوماتيك انا مش اجيب بقى واحد يقفل وراية ويفتح وراي دي كلها عبارة عن ايه بقى تحكم في تشغيل بوابة في اتجاه امامي او اتجاه خلفي او يتحكم في تشغيل بوابة رأسي او افقي يعني الاعلى او لاسفل لان في بوابات بتفتح لاعلى وفي بوابات بتفحك لاسفل كل دهوت هنتعرض له النهاردة ان شاء الله في تطبقات البيلسي مع بعضنا كده وعايزكوا تركزوا جدا لان دي من اسئلة الامتحانات المهمة بديك مثال واقول ل والله عندي كزا ملعب مسلا مساحته كزا بينوره كزا كشاف المطلوب منك صممه على جهاز البيلسي هنتعرض ان شاء الله في الحلقات دي على الجزء دهوت نبدأ بقى ان شاء الله كده على بركة الله تطبيقات البيلسي مع بعضنا ناخد اول مسألة عندنا اول مسألة عندنا تعالوا كده نشوفوا بيقول ايه بيقول لي تطبيقات الانار المطلوب التحكم في شدة اضاءة ملعب كرة قدم يضاء بواسطة كشفات موضوع على ابراد بالنظام التالي انا عايز اتحكم في اضاءة ملعب كرة قدم اهو والكشفات لازم اتحكم فيها على نظام معين بيقول لي عدد الابراج اللي موجودة في الاستاد مركب على كل برج تسع كشفات يبقى انا عندي تسع عميدة كبار اللي احنا بنوها عليها ابراج وكل برج عليه تسع كشفات قدرة كل منهم خمسمائة واط يبقى الكشاف الواحد خمسمائة واط المطلوب ايه بقى بيقول لي باستخدام جهاز البيلسي اللي انت بقى لك فترة شغال عليه وشغال ايه هو وتعريفه وازاي بيشتغل اعمل التوصيلات دهيت فقط للحصول على ايه بقى خلوا بالكم اول مطلوب عايز ثلاث مستويات من شدة الاضاء يعني يا مستر ثلاث مستويات يعني انا عايز الكشفات ما تقيتش مرة واحدة لأ تقيت تلتف تلتف تلت مستويات كده وممكن يقول لي على اربع مستويات وممكن يقول لي على خمس مستويات وممكن يقول لي على عشر مستويات ايا كان المطلوب مني انا هابقى عارف ازاي يصمم على مستوى على اتنين على تلاتة على اربعة يبقى دي اول حاجة عايز ثلاث مستويات مرة لما يكونوا ثلاث مفاتيح ومرة لما يكون مفتاح واحد بس ومؤقت. خلوا بالكواب من الكلام ده هو. يبا انا هشغل المجموعة اللي عندي. اللي هي مجموعة الابراج ديت. ومجموعة الكشفات. مرة بتلت مفاتيح. يعني كل مفتاح يشغل تلت. ومرة واحدة ابتكة واحدة مني بس اشغل كل اللمبات او كل الكشفات ديت. عن طريق مفتاح واحد ومؤقت زمني. طالب مني انفزه على جهاز البيلسي. طب تعالوا كده نبص الراجل عمل ايه? بيقول لي عدد الكشفات الكلية اربعة وخمسين كشاف. جوه هم منين? مش انا عندي تسع ابراج. وكل برج فيه ستة كشفات. يبقى تسعة في ستة برفو عليكو باربعة وخمسين. طيب هو عايز الاربعة وخمسين يشتغلوا مرة واحدة ولا على تلت مستويات? لا يا مستر. ده عايزهم على تلت مستويات. طيب يبقى انا هاخد الاربعة وخمسين اقسمها على التلاتة. ليه اقسمتها على التلاتة? عشان قال لي على تلت مستويات. طب لو قال لي في الامتحان ارزعم لي المستويات اربعة. اي بقى هقسم الناتج على اربعة. لو قال لي على خمس مستويات هقسم على خمسة. فلو خدت الاربعة وخمسين لمبة او الاربعة وخمسين كشاف. اسمتهم على المستوى الاولاني اللي هو على تلاتة يديني تمنتاشر. المستوى التاني هاخدوا التمنتاشر اللي طلعت اضربها في اتنين يديني ستة وتلاتين. المستوى التالت كلهم هييدوا مع بعض. ديب انا عندي ايه بقى ركزوا معي. النوع الاولاني او الاربعة وخمسين كشاف. وخلوا بالكم. مش شرط بقى ينور الكشفات كلها. ده ممكن ياخد تلت الكشف ده مع تلت الكشف ده مع تلت الكشف ده مع تلت الكشف ده. تمام كده? يبقى تلت البرج في تلت البرج في تلت البرج. يبقى مش ينوروا كلهم مرة واحدة. بهيس لو انا مش عايز الاضاءة كاملة اوفر طاقة واروح جاي مشغل العداد الكشف الاولاني مسلا او البرج الاولاني اخد منه تلت اللمبات او تلت الكشفات. واجع البرج التاني ياخد التالت. واجع التالت وهكذا لغات لما خلص. فده بيوفر لي في الطاقة. وفي نفس الوقت بيتحكم ان انا ما هتدرش طاقة وشغل الكشفات اربعة وشرين ساعة. وانا مش محتاج. طيب. ايه بقى الادوات المطلوبة عشان انا نفس ديت. عايزين تلات مفاتيح? وتلاتة الكونتكتور. الكونتكتور ده هو المسؤول بقى عن الفصل والتشغيل. او عن الفصل والاقاف. او عن التشغيل والاقاف. هو المسؤول بقى زي ايه? زي الكون قفه كده هو اللي يتحكم. ويشغل الصف الاولاني او المستوى الاولاني. ويرجع يشغل المستوى التاني. ويرجع يشغل المستوى التالي. طب تعالوا بقى نشوف كده الرجل عملها ازاي? الرسمة اللي انتو شايفينها دي بقى سابتة في جميع المسائل اللي هادهالي. ده بقى شكل جهاز البي اللي سي اللي احنا بنشغل عليه. دي الشاشة بتاعته بمكوناتها زي ما قلنا في اول حلقة من البي اللي سي. قلنا اللي فوق كل ده اسمه داخل واللي تحت ده كل اسمه خارج. تعالوا بقى كده نشوفها بيرسامها ازاي? وتلعب بالشكل ده. واحنا بنرسمها كده مع بعض. عشان نقول يا مستر الحاجات دي احنا بنجي في الامتحان. ما بنعرفش نرسمها او نشغل عليه. تعالوا كده معايا بقى نبص. هنشوف هنرسمها ازاي مع بعضين. اول حاجة عشان تصمم اي دايرة على جهاز البي اللي سي. بروح جاي عامل مستطيل. المستطيل ده هوت. بروح جاي عامله باي مقاسي عجبني. تمام كده? وشرط اساسي بقى وانا شغال خلوا بالكوا بقى معي. وانا شغال على المستطيل ده هوت. بروح جاي عامل مستطيل. المستطيل ده ابعاد وزي ما انت عايز. وروح جاي واخد خط من فوق. وخط من تحت. انتم معايا كده يا ولاد. بروح جاي عامل مستطيل اي ابعاد تعجبك. وروح جاي عامل في المستطيل ده هوت. خطين خط افقي وخط وخط تاني افقي معا. يعني احنا الوقت لو جينا شغالين مثلا على جهاز البيلسي عشان نصمم الرسمة اللي قدامنا دي بنعمل ايه؟ بنرسم مستطيل بأي أبعاد تعجبك المستطيل اللي بترسمه بروح جاي واخد خط من فوق وخط من تحت واحد يقول يا مستر الأبعاد دي بمزاجي لا يعني ممكن نعملها ايه؟ أنا بس بقول مثلا ممكن نعمل دي 12 سنطي في مثلا 8 سنطي وروح جاي واخد من هنا سنطي من فوق وصنطي من تحت وقسم دهية 11 خانة بالتساوي بالمسترة بتاحت كده وزبط حالي وروح جاي مقسمهم 11 خانة وتحت نفس الكلام برضو أقسمهم 11 خانة تمام؟ يبقى أنا رسمت المستطيل وبعد ما رسمت المستطيل مسكت الخط اللي فوق بعد سنطي من فوق وصنطي من تحت قسمت اللي فوق 11 واللي تحت 11 ركزوا وقا معايا في الكلام اللي هيكتب جوه الجهاز لو اتعبارة عن الشاشة بتاع الجهاز بكتب في أول خانة كلمة زيرو يبقى أول خانة عندنا بكتب كلمة ايه؟ كلمة زيرو الخانة اللي بعدها على طول بكتب بلس 24 اللي احنا بقول عليها موجب 24 اللي هو الجهد اللي بيشتغل عليه الجهاز هنا بقى رقم المفاتيح اللي عندك لو تفتكروا يا ولاد شاطرين معايا لما كنا بنقولوا الترقيم أول مفتاح عندنا بياخد I00 والمفتاح اللي بعده I01 فكل خانة من دول هتاخد مفتاح واحد يقول لي يا مستر هو مش عايز الكشفات دي تقيد على تلات مستوات يبقى أنا محتاج ايه؟ محتاج تلات مفاتيح وعشان أحط تلات مفاتيح يبقى أنا هرقمهم المفتاح الأولان هيبقى I00 المفتاح اللي بعده I01 المفتاح اللي بعده I02 يبقى كده كان مفتاح برافو عليك وتلات مفاتيح طب تحت بقى هنعمل ايه؟ تحت ده بيسموه الخرج الخرج ده عبارة عن ايه؟ قال لي برضو انت محتاج في الرسمة دي تلات كوندكتورات يبقى كوندكتور الاولاني هشغل المفتاح الاولاني اللي هو هيقيد لي 18 لمبة أو 18 كشاف الكوندكتور التاني هيقيد لي 36 الكوندكتور التالت هيقيد لي 54 او ممكن اشغل كل واحد يقيد لي 18 بسي لان الثلاثة في 18 هيدين 54 كشاف طب يا مستر إيه اللي يا كتب هنا بقى؟ أول خانة هكتب كلمة L اللي هو الكهرباء L اللي هو اللاين اللي هو خط الكهرباء N اللي هو الارضي تمام كده؟ هروح جاي كاتب نهو بقى Q 00 آه برافو عليك سامع بنت شاطور او وات شاطر بيقول لي صح يا مستر لان احنا بنسمي الخارج Q فأول خانة هتبقى Q 00 الخانة اللي بعدها بقى خلوا بالكو بعض الكتب او بعض المراجع بتقول لي سيبها وبعض المراجع التانية بتقول لي لا اكتبها بس اكرر الخانة يعني مش هكتب بقى 01 لا هكتب Q 00 يبقى أنا الخانة دي بتتكرر مرتين Q 00 بعدها Q 00 يبقى اللي بعدها ايه برافو عليك Q 01 اللي بعدها Q 01 وهكذا Q 02 Q 02 وهكذا لغاية لما خلص يبقى هنا خانة الـ Q هتتكرر مرتين أما خانة الداخل اللي هو الـ input هتبقى مرة واحدة بسي بعدد المفاتيح اللي عندي يبقى أنا أول حاجة هركز فيها أنا عايز المستوات كم مستوى 3 يبقى كل مستوى حطوا لمفتاح يبقى أنا هجيب كم مفتاح برافو عليكو 3 مفاتيح المفتاح الأولان هيبقى I 00 المفتاح التاني هيبقى I 01 المفتاح التالت هيبقى I 02 كده زي الفل الخارجي بتاعي تعايز كم كوندكتور يا مستر عايزين 3 كوندكتورات بس هنا بقى خانة الكوندكتورات أو خانة الخارج هتتقسم 2 يبقى الخانة الأولانية هتبقى Q 00 وارجع أقررها تاني Q 00 وارجع الخانة التالتة Q 01 وبعدها Q 01 وهكذا يبقى الخانة هنا هتتضرف في اتنين أو تتكرر مرتين أو يكتب الرمز مرتين أو أكتب واحدة وأسيب واحدة أكتب واحدة وأسيب واحدة لأن الخانتين بخانة إيه بخانة واحدة طب تعالوا بقى كده نبص هنشوف هنحط المفاتيح فين مش أنت بتقول انت عايز 3 مستويات المستوى الأولان يديني 18 لمبة أو 18 كشاب والمستوى التاني يديني 18 هاجنه أطلع على كل آي أحط 3 مفاتيح باللي انت شايفه ده 3 مفاتيح أهمت كل مفتاح ليه ريش عادي وشرط أساسي بقى هنا المفاتيح تكون مفتوحة واحد يقول لي يا مستر هي المفاتيح كلها لازم تكون مفتوحة حتى لو جايب لك دايرة فها مفاتيح مغلقة هتعملها مفتوحة لأن من وظيفة الجهاز ده أصلا هو اللي هيفتح وهو اللي هيقفل فما تتعبش نفسك هتعملهم كلهم مفتوحين خلي بالك أنا رسمت كم مفتاح برافو عليكو 3 مفاتيح بحيث ان المفتاح الاولاني ده هوت هيشغل اول مستوى والمفتاح التاني هيشغل تاني مستوى والمفتاح التالت هيشغل تالت مستوى هروح جاي لامم التلات مفاتيح ده همت بريشة كده أو بفرد الكهرباء وانزل على الاربعة وعشرين واطلع بريشة يبقى ديت اربعة وعشرين موجة والخانت الصفر اطلع منها بفردتين يبقى ده الترافينا همت دخلوا على الرياج بتاع المفاتيح كلها وزي ما قلتلكم شرطة اساسي وانت بترسم التلات مفاتيح يكونوا ايه برافو عليكم مفتوحين تعالوا بقى ننزل تحت الكوندكتور الاولاني هيتحط على كيو صفر صفر اهو ممكن احطه في الخانة الاولانية وممكن احطه في الخانة التانية خلوا بالكو هنا في الكتاب بتاع المدرسة عندكم بيحط في الخانة التانية على طول يعني بيسيب اول واحدة وينزل في التانية فانا هروح جاي حاطة كيو صفر صفر وكيو صفر واحد وكيو صفر اثنين قد التلات كوندكتوراتهم وروح جاي واخدهم كده في طرف وروح جاي شابكهم في مين برافو عليكم في ان وروح جاي طالع فردة ال يبقى الكهرباء دخلة ال وان هو تتوزع على التلاتة هوة الارضي دخل على التلات كوندكتورات وروح جاي عامل ايه بقى معغزي كهرباء او مغزي خط كده يمشى على كل الخانات اللي عندك كده بنرسمه بطريقة سهلة جدا مفوش حاجة بجيب المسترة بتحتي واحد خط مسلا وليكن طوله اتناشر سنتي في تمانية سنتي واقفله مستطيل زي اللي خدناه في ابتدائي باخد خط على بعد سنتي من هنا وبعد وخط على بعد سنتي هنا وخلوا بالكم الابعاد دي مش مقياس رسم يعني دي بتحتك انت دي بمزاجك يعني انا مش بحكم عليه تعمله زي ما انا عمل كده لأ برحتك خالص المهم تعمل لمستطيل شكله مقبول وتعمل خطين من فوق وتروح جاي حاطت اول خانة صفر خانة اللي بعدها موجب 24 الخانة اللي بعدها اي صفر صفر الخانة اللي بعدها اي صفر واحد الخانة اللي بعدها اي صفر اتنين طيب ليه عملت الخانات دي فوق لان الدخل بيبقى فوق طيب انت عندك كم مستوى تلات مستويات يبقى ده المستوى الاولاني هو ده المستوى التاني ده المستوى التالي وكل مستوى احط عليه مفتاح تمام هاجه انزل تحت حط في الخيانة الاولية كلمة خانة التانية الكلمة الاولى . وقررها جامع مرة كيو 0 واحد وقررها جامع مرة كيو 0 او 20 وقررها كمار مرة. واروروح جاي ينازل بتلت كندكتورات من كل خانة من صفر اخد خانة من كيو صفر واحد اخد خانة من كيو صفرا اخر اتنين اخت خانا. وانزل بخط كهرابا على الارض على طول . والا اللغ بتحت الاشابق يبقى انا كده رسمت الرسمة في هال وقت وفهمت يعني ايه? ازاي اعمل ده? ده بقى بتعمل ازاي? ده لما احنا دخلنا المعمل للورشة في المدرسة طبقناه فعليا على شنطة البي اي 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 او جهاز البي اي 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 اللي عندنا ودينا له الاوامل. قلنا احنا عندنا تلات مفاتيح وتلات كوندكتورات. المفتاح الاولا يشغل مستوى. المفتاح التاني هيشغل مستوى. المفتاح التالت هيشغل مستوى. وبكده المسألة بتاعتنا تبقى انت خطت درجة كاملة وما تعبتش نفسك. اول حاجة بتعملها. بتشوف انت عندك كم مستوى? وكل مستوى تدي له مفتاح. طب لو جيه قال لك بقى اعمل لي مستوى واحد بس. يعني ايه مستوى واحد يا مستر? يعني اعمل لي مستوى واحد بمفتاح واحد. كل اللي هتعمله ايه عشان ما تقررش الرسمة تانية. هتشيل المفتاحين ده همت وتثبت الدايرة خلها زي ما هي. بس هتشيل لي مفتاحين اتنين بس. هتخلي لي مفتاح واحد بس على اي صفر صفر. بعيس ان المفتاح ده هو هو اللي هينور الكشفات مرة واحدة بتكا واحدة اللي هم الاربعة وخمسين كشافي يدوره مرة واحدة بسي. وليه عملت مفتاح واحد? لان قال لان انا عايز مستوى واحد. قال لعايز اربعة مستويات بعمل اربعة مفاتيح. قال لعايز خمس مستويات بعمل خمس مفاتية. تمام كده? طيب. كده المسألة اتحلت مننا. او اتحلت بشياكة. وبحاجة كده بسيطة جدا ما خدناش وقت وفهمناها مع بعضنا. ان انت لو عندك ملعب او عندك مسلا مكان مصنع من الشرط باي قول لي ملعب. ممكن يقول لي مصنع. يراد تشغيل الاضاءة اللي فيه مسلا على تلات مستويات. وعندك مسلا عشرين لمبة ميت لمبة. الف كشاف. تلات تلاف كشاف. كل اللي حضلك هتعمله. هتشوف انت عندك كم كشاف. وعايز كل المستوى فيه كم كشاف ينور. لو قال لك كشافات كلها تنور مرة واحدة. يبقى انت محتاج مفتاح واحد وكون دكتور واحد. طب لو قال لك انا عايز تلات مستويات. المستوى الاولاني يشتغل. المستوى التاني يشتغل. المستوى التالت يشتغل. كل مستوى. حطوا له مفتاح وكون دكتور. طب لو قال لي بقى شغلهم لي بمؤقت زمني. يعني مؤقت زمني. يعني حطي لي مفتاح واحد او تلات مفاتيح. وكل مفتاح حطي لي كوندكتور مع مين بقى مع تايمر بحيس ان المسلا المجموعة الاولانية تشتغل وبعد اربع او خمس ثواني المجموعة التانية تشتغل. كل اللي هيزوده بس هتزود في المخطط بتاعك جنب الكوندكتور تحط تايمر اللي هو الرمز تي صفر صفر تي صفر واحد تي صفر اتنين حسب عدد الكوندكتور عدد المؤقتات. يبقى رمز تي الوقت تايمر جاى من كلمة طايمر اهوت او كلمة مؤقت زمن. تمام كده يا ولاد? نبص كده على مسألة تانية. بيقول لي ايه بقى في المسألة التانية? بيقول لي يراد تشغيل اربع محركات في تتابع زمني. يعني انت عندك اربع محركات عايزين يشغلهم في تتابع زمني بحيس. بيبدأ تشغيل المحرك الاول فور الضغط على ضغط بدء الحركة. يعني انت عندك اربع محركات عشان بس ما تصعباش على نفسك. اول ما هضغط على المفتاح الاولاني المحرك الاولاني هيشتغل. تمام? زي المطور التلاجة كده او مطور الغسال. يبدأ تشغيل المحرك التاني بعد فترة زمنية معينة من تشغيل المحرك الاول مقدرة خمس ثواني. خلوا بالكم. يعني انا هشغل الاولاني اول ما ضغط على المفتاح. تمام? التاني هيشتغل بعد فترة زمنية من الاولان ما يشتغل. يعني بعد الاولان ما يشتغل خمس دقائق خمس ثواني. الثاني يشتغل على طول أوتوماتيك من غير ما يضغط عليه. الثالث يبدأ تشغيل المحرك الثالث بعد فترة زمنية معينة من تشغيل المحرك الثاني 12 ثانية. يعني بعد الثاني ما يشتغل. الثالث يشتغل بس بعده بقديه ب12 ثانية. المحرك الرابع نفس الكلام هيبدأ بعد الثالث بتسع ثواني. ركزوا معي في المسألة عشان ديات واضحة جدا وضوح الشمس. بيقول لنا عندي أربع محركات. المحرك الأولاني. أول ما يضغط على بدء الحركة على طول هيشتغل. وعايز محرك رقم اثنين يشتغل بعد الأولاني ب5 ثواني. وعايز المحرك الثالث يشتغل بعد الثاني ب12 ثانية. وعايز الرابع يشتغل بعد الثالث ب9 ثواني. خلوا بالكوا بقى الكلام يعني ما فيوش اي حيات. كل انت هتعملوا ايه؟ المطلوب منك. وخلي بالك بقى الحتة الأخيرة بقول لي ايه بقى؟ بقول لي عند الضغط على ضغط الإقاف تتوقف جميع المحركات. ولو ضغط على مفتاح أف الأربع محركات اللي انت شايفهم دول يبطلوا. يبقى هيشتغلوا ازاي؟ الأولاني هيشتغل بضغط الأولاني. التاني هيشتغل بعد الأولاني ب5 ثواني. التالت هيشتغل بعد التاني ب12 ثانية. الرابع هيشتغل بعد التالت ب9 ثواني. يبقى كل واحد هيشتغل التاني هو بعد بزمن معايد. وبعد كده لو عايز افصل الأربع محركات هفصلهم مرة واحدة بس ان انا هضغط على الضغط كلهم يوقفوا مرة واحدة. طيب المطلوب ايه بقى؟ بقول لك رسيم للدائرة ديت لدائرة المحركات الأربعة وعمل للمخطط البيل سي. تعالوا كده نشوف الراجل عمل ايه؟ اول حاجة دائرة التحكم زي ما قلت لكم هيعمل مفتاح إلا عمل خط إلا هو تلوها الكهرباء. وراح جاي عامل المفتاح الأولاني هوت وده الرشا المساعدة بتاعه ودهوية الحماية الحرارية وده المحرك. رسم اربعة محركات همت وحط على كل محرك اللي هو الحماية الحرارية اللي احنا سمناها المحاضرة اللي فات او الحلقة اللي فاتت او ال وهنا حط حماية حرارية رقم واحد حط حماية حرارية رقم اتنين حط حماية حرارية رقم تلاتة وهي كزال اربعة. جي هنا عمل يبقى عمل هنا اربعة كوندكتور. كي واحد كي اتنين كي تلاتة كي اربعة وحطي له هنا سي بي وان سي بي تو ايه بقى السي بي وان ده دي بقى اللوال ريشة بتاع المحرك نفسه اللي هتشتغل مع الطيب طيب شوه بقى عمل في البيئي اللي سي اي زي ما قلنا هو بنرسم مستطيل والمستطيل ده بنقسمه في بعض الناس بتقسمه 11 وناس تانية بتقسمه 8 أنا مش فرق معي هنا حط السلب 24 وممكن نحط 0 موجب 24 اي صفر صفر اي صفر واحد اي صفر اتنين اي صفر تلاتة اللي هو المفاتيح دي كلها رقامة انت عندك كم مفتاح في الدائرة برافو عليك عندك اربع مفاتيح عمل ادي واحد اتنين تلاتة اربعة طيب الخامسة والستة دول ايه ده الاوفرلود هو حط اربع اوفرلود هنا هم اللي هم الاساسيين وحط مفتاحين اتنين بس طيب ليه حطيلي اس واحد واس اتنين محطش اس تلاتة واس اربعة زي ما كوندكتورات كي واحد وكي اتنين عشان الاولاني بس هو اللي عايز يشغلو خلوا بالكوا بقى الاولاني اول مضغط على ريشة ده هيشتغل فالتاني هيشتغل بعده باربع ثواني بخمس ثواني التاني يشتغل التالت يشتغل الرابع يشتغل انا محتاج واحد يفصل اللي هو الوف وواحد يشغل خلوا بالكوا هنا بقى مش حط الاربع مفاتيح وكالكة على المفاتيح كلها انا حطيت اربعة اوفرلود عشان حماية تدير حطيت اس واحد ليه اس واحد ده هو المسؤول عن تشغيل المحركات الاربعة يا مستر هل ده هو يشغل الاربعة اه ما خلوا بالكوا الاولاني لو اشتغل وليس هو اللي يعمل كده مين بقى اللي هيعمل ده كله برافو عليكم الطايمر اللي عندي او المؤقت اللي عندي بحيث ان انا هحط هنا الاربع كوندكتورات والاربع كوندكتورات اللي انت شايفهم دول متوصل معاهم اربعة طايمر بيبقوا بينين بقى على المخاطط السلامي بحيث لو انا ضغطت على المفتاح ده هو المحرك الاولان هيشتغل وبعد اربح ثواني عن طريق الطايمر هيقفل الريشة ويشغل التاني وبعد فترة يشغل التالت وبعد فترة يشغل الرابع حسب الزمن اللي انا اصبطه في الطايمر اللي عندي يبقى انا كده اتحكمت في اربع محركات ومش كده وبس ده اتحكمت فيهم بتتابع زمني يعني مش الاربع يشتغلوا مرة واحدة وهيفصلوا مرة واحدة لا هم هيفصلوا مرة واحدة اوتوماتيك يعني اول ما اضغط على ريشة الوف في اي واحد فيهم هيفصل المحركات الاربع لكن تشغيلهم بيتم بطريقة عبقرية أن الأولاني هيشتغل بعد فترة زمنية الثاني هيشتغل وراه بعد فترة زمنية الثالث يشتغل بعد فترة زمنية الرابع يشتغل وخلوا بالكم أن الأولاني بيشتغل لوحده الثاني يشتغل إمتى لما الأولاني يشتغل ويعد 4 ثواني والثالث يشتغل إمتى لما الثاني يشتغل ويفوت 12 ثانية والرابع يشتغل إمتى لما الثالث يشتغل بعد 9 ثواني يبقى انا كده اتحكمت في تشغيل اربع محركات اهو تخيلوا بقى انتوا عندكم مصنع والمصنع دهو فيه اربع خطوط انتاج وكل خط انتاج من دول هعمله بطريقة دي كان زمان لما اجا خش المصنع بشغل المحركات كلها مرة واحدة فبالتالي المكان كله بيشتغل وممكن ما يكونش خط الانتاج شغالي يبقى انا كده بهدر طاقة لكن هنا لا انا عايز خط الانتاج رقم واحد يشتغل وبعد عشر دقايق خط الانتاج التاني يشتغل وبعد عشر دقايق خط الانتاج التالت يشتغل وهكذا اللي بيعملي ده كله بقى البرمجة اللي انا درستها في اول حلقة بلسي وعرفت ازاي برمج وعرفت ازاي تحكم عن طريق الكندكتورات وعن طريق الطايمر اللي عندي اللي يتحط على كل خط او كل محرك تمام كده طيب تعالوا بقى نشوف مسائل تانية بيقول لي ايه بيقول لي عندك تلات مصابيح يعني عندي تلات لمبات ومفتحين اتنين بس خلو بالكم بقى عندي تلات لمبات ومفتاحين اتنين المطلوب رسم المخطط السلامي لتحقيق الات ان انا شغل اللامبة الاولانية لما يكون المفتحين في حالة اف يعني اللامبة هتشتغل شرط المفتحين يكونوا فصلين اشغل اللامبة التانية لما يكون المفتحين في حالة فصل وتوصيل اون يعني في حالة فصل و اون تشغيل اللمبة التالتة لما يكون احد المفتاحين في حالة فصل توصيل ايه يا مستر الكلام ده يعني انت عندك تلات لمبات عندك ايه تلات لمبات اللمبة الاولانية هتشتغل شرط اساسي عشان تنور وتطلع اضاءة لازم المفتاحين اللي عندك يكونوا مفصولين يعني في حالة اوف الشرط التاني المفتاح اللمبة التانية عشان تشتغل وتنور لازم يكون المفتاحين في وضع الشرط التالت عشان اللمبة التالتة تشتغل لازم يكون اي المفتاحين في حالة تفصل يعني اي واحد فيهم ايه مفصولي بالتاني شغال خلوا بالكو زمان ما كانش كده قبل اختراعات البي ال سي كانت الدنيا مش كده كان عندي تلات مصابيح بشغلهم مثلا بمفتاحين او بتلاتة كانوا بيشتغلوا مع بعض وبيفصلوا مع بعض زي الاوضاء اللي عندي كده اول ما بضغط على المفتاح اللمباب بتنور بش بضغط على المفتاح اللمباب بتطفي لأ دلوقتي انت ممكن تكون في مكان فيه تلات لمبات ومفتاحين اتنين بس وكمان فيه حاجة ممكن تشغل لمبة وتخلي الاتنين التانين فصلين عن طريق ايه بقى ان انا شغل اللمبة الاولانية وشارط المفتاحين يكونوا مقفولين وشغل اللمبة التانية شرط يكون المفتاحين المتشغلين او في حالة توصيل والشرط التالت ان يكون واحد شغال واحد مش شغال وده بقولي نفزهالي على المخطط السلام تعالوا كده نشوف الراجل عمل ايه الحالة الاولانية لو انتم تفتكروا معايا الحالة الاولانية كان عايز يعمل ايه كان عايز يشغل اللمبة الاولانية خالص في حالة الاتنين مقفولين كل اللي انت هتعمله بقى خليك معاي تعال كده بقى نعملها مع بعضنا على الورقة والقلم عشان نبقى احنا مركزين شوية في الرسم ده اول حاجة هعملها زي المخطط السلام اللي كنا بنعمله هناك بعمل خطين كده اللي هو المخطط السلامي وسمناه مخطط السلامي ليه عشان دول خطين بيشبهوا ليه السلم بتاعي بيقول لي اول شرط ايه عايزك تشغل اللمبة لما يكون المفتاحين اللي اتنين مقفولين اهو ادي المفتاح الاولاني مغلق وقلنا بنعمل 11 كده وحرف الان لعشان اعرفوا ان ده مغلق والتاني مغلق اهو واللمبة اللي عندي رمزها كده زي ما قلنا الكوندكتور او الخارج كله الرمز بتاع عبارة عن خصية ادي اول خط يبقى اللمبة ده تشتغل امتى لما المفتاحين دول يكونوا مقفولين دي اول شرط الشرط التاني ايه اللي يشتغلوا في حالة اون كل اللي انت هتعمله هتروح جاي بدل ما المفتاحين مغلقين يبقوا مفتحين في وضع اون وده الكوندكتور بتاعك او دي اللمبة بتاعتك خلوا بالكو بقى الخارج هنا يبقى اسمه كيو صفر صفر هنا برضو هيبقى اسمه ايه كيو صفر واحد زي الفول ده المفتاح ده ممكن اسميه اي صفر واحد وده اي صفر اتنين وممكن اسميه اي صفر صفر واي صفر واحد بتاعتك انت التركين ده هفيش اي مشكلة فيه برضو يسمي دوت اي صفر واحد وهنا اي صفر اتنين يبقى امتى اللمبة دي تشتغل او تديني قضاءة لو المفتاحين دول مغلقين طب مين اللي شرط علي ما هوقلف الامتحان او قلف السؤال ان شرط عشان اللمبة دي تشتغل اللي هي رقم واحد اللي هي رقم واحد ده هي ان المفتاحين دول يكونوا في وضع اف. كل اللي انت هتعمله ايه? هترسم خطين السلم وتعمل الخط الرأسي الاولين ده او الخط الاف كده هو تعمل لي مفتاحين مغلقين. الشرط التاني ايه? ان المفتاحين يكونوا في وضع اون. خلاص يا فندم بدل ما كان المفتاحين مغلقين هفتح الريشة بتاعتي يبقى المفتاحين مفتاحين ههما تقدام. الشرط التالي بقى ده اللي هيحيارك شوي. بيقول لك انا عايز اشغل اللمبة ده هيت في حالة ايه? ايا من المفتاحين في وضع اون. يعني يا مستر يعني الاولان عشان اعمل دي بقى خلوا بالك. نظرية الاحتمالات بقى بتاع الرياضة. بمعنى ايه? هعمل المفتاح الاولان مفتوح والتاني مغلق. يبقى اللمبة ايه? واروح جاي مكرره كمان مرة بس اعمل العكس. اعمل عكس زي يا مستر. المفتوح يغلق والمقفول يفتح. اهو. تمام كده? واروح جاي موصل. طيب لي انا عملت دي هنا? عشان الاولان كان شرط صريح. كان بيقولة ايه? كان بيقولي شغل اللمبة. في حالة المفتاحين مغلقين. فانا عملت المفتاحين مغلقين فاللمبة هتشتغل. الحالة التانية aquele سيع بلغة السلم او المخاطط السلمي خل المفتاحين مفتوحين. فانا خليت المفتاحين المفتاحين مفتاحين اهمت فاللمبة هتشتغل. لان هو عايز كده. عايز المفتاحين دول لو ادفتحو في وضع اللمبة تنور. والمفتاحين دول لو كانوا في وضع اف اللمبة تنور. الشرط التالت بقى ده ما قادرش هتحكم فيه ليه? لان بيقول لي عايز اللمبة التالتة تنور في حالة ايا من المفتاحين في وضع اون. طيب ما هو ممكن المفتاح الاولان اللي انا بقول عليه اي صفر واحد هو اللي يكون اون? وممكن برضو يكون هو الاف. فلازم هنا لعب مرتين. مرة لعب على ان اي صفر واحد هو المفتوح. ومرة لعب على انه المغلق. والعكس برضو فين? في اي صفر اتنين. عشان كده الرسمة ده ايه? او الخط التالت ده هو? قررته مرتين. وقررت وضعية المفتاح. يعني الاي صفر صفر هنا كان مفتوح. هنا كان مغلق. هنا كان مغلق. هنا كان ايه? كان مفتوح. فشرط اساس. لو قال في الامتحان ان شرط اساس اللمبة دي تطلع خارج او تنور او تشتغل. لو كان ايا من المفتاحين في وضع اون يبقى غزبا عني لازم ارسمها مرتين. مرة الان هنا. مفتوح وهنا مغلق. واعكس. هنا اوف وهنا اون. اعكس الوضع المفتاح او وضعيته. بدل ما كان اون بقى اوف. وبدل ما كان اوف بقى اون. حلو كده. يبقى انا كده اتحكمت في ثلاث لمبات بالشروط اللي قال عليها الراجل في الامتحان. ومش كده كمان بقى. ده انا قلت لك اتحكم في وضع اوف وتحكم في وضع اون. وتحكم في وضع تالت مرة يكون المفتاح اون والتاني اوف والعكس. مرة يكون اللي كان اوف بقى اون وهكذا. يبقى انا كده اخدت المخطط السلامي. اللي اقدر اتحكم به في تشغيل ثلاث مصابيح لو عندي كان مفتاح مفتاحين اتنين. تعالوا نشوف مسألة تانية. بيقول لي ايه بقى? لديك مصباح وتلت مفتاح. هنا بقى اداني لمبة واحدة وتلت مفتاح. والمطلوب رسم المخطط السلامي لتحقيق الحالات الاتية. ركزوا معي. انا عندي هنا لمبة واحدة وتلت مفتاح. وعايز يرسم المخطط السلامي اللي هو البرمجة بتاع الجهاز عشان اقوله يا جهاز. شغال اللمبة الاولانية او المصباح ده اهو من اي مفتاح. يعني اي مفتاح من التلاتة اضغط عليه اللمبة تيد. يعني لو عندي تلت دوار مثلا. والتلت دوار دور قدامهم لمبة واحدة بس. اي دور اضغط على المفتاح اللمبة هتيد. ومش كده كمان بقى. اضاءة المصباح من جميع المفاتيح. ده انت عايزة مرة. تعمل اللمبة دي تنور من اي مفتاح وانت معد كده تشغلها. وشرط التاني اللمبة تيد من جميع المفاتيح. شرط جميع المفاتيح في وقت واحد. طب نعمل الرسمة دي ازاي? تعالوا كده نبصوا مع بعضنا بقى رسمها ازاي? اول حاجة هنعملها برافو عليك وهنعمل الخطين بتوعنا. اللي هو الايه? لغة السلم بتاعنا اللي هو اللغة اللدر او المخطط السلاني. بعد كده نعمل ايه? المطلوب الاولاني ايه? الرجل بيقول لي انا عايز اللمبة الاولانية او هو مصباح وعندي تلات مفاتيح. يبقى كم مفتاح? تلات مفاتيح. وعندي كم لمبة? لمبة واحدة. اللمبة ده ايه? عايز تلات مفاتيح يشغلوها مرة واحدة? وعايز مرة كمان ان اي مفتاح يشغالها. طب نمسك الاولان كده بقول لي شغالها من اي مفتاح. هتروح جاي راسم برافو عليك. زي ما عامل كده. تلات مفاتيح على التوازي. تلات مفاتيح زي ما اعمل لك كده على التوازي. التلات مفاتيح دول ركزه بقى معايا ودي اللمبة بتاحتك اي مفتاح هتضغط عليه اللمبة هتشتغل يبقى بقول لي اول وضع يبقى اول 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 طلب مني طلبه قال لي شغل اللمبة من اي مكان يعني ايه من اي مكان يا مستر يعني اي مفتاح من دول هيشغلها هيشغل عشان كده عملتهم توازن طب الشرط التاني بقول لي بقول لي شغل اللمبة وشرط عشان تنور او عشان تضيق لازم التلات مفاتيح يتقف له مع بعض أو يشتغلوا مع بعض فهروح جاي واختهم التلات مفاتيح على ايه برافو عليكو على التوالي يبقئ ايه الفرق بين الاولانية والتانية الاولانية ده هي ان i00 وا i01 وا i02 وهنا برضه i01 او i00 واي01 واي02 اللي هو ترقيم المفاتيح وهنا q00 او q01 وهنا q00 هنا اللامبة هي بيقول للامبة ده هي انا عايزك تضيقها من اي مفتاح من دول. ادم اللمبة اي مفتاح من دول هيشغلها فبحطهم مع بعض كده بالتوازي. يعني اخب بدايات مع بعضها ونهايات مع بعضها. بحيث ان اي حد معدي هيشغلها. الشرط التاني قال لي ايه? قال لي شرط اساسي وانت بتشغل اللمبة او تخليها تقيد لازم التلات مفاتيح يكونوا في وقت واحد. عشان كده عملتهم على الايه? على التوالي. يبقى خلوا بالكم بقى في الامتحلة والمسألة دي جات لي ما تلخبطش. قال لي انا عندي لمبة وتلات مفاتيح وعايز اللمبة تشتغل من مكان واحد او اي مكان يشغلها? ببسيطة جدا. اعمل التلات مفاتيح على التوازي الرسمة اللي قدامك دي. طب لو قال لك شغل اللمبة كلها يعني عشان تللمبة ايه او تطلع خارج او الخط يشتغل شرط اساسي ان التلات مفاتيح يكونوا مع بعض. يعني لازم اضغط على التلات مفاتيح دول في وقت واحد عشان اللمبة ايه. في امتوا الجزء ده برافو عليكم. يبقى انا كده عندي خط مثال. ازاي تحكم في مجموعة لمبات? عن طريق مجموعة مفاتيح. وازاي تحكم في لمبة واحدة عن طريق مجموعة مفاتيح. كان الوضع زمان مش كده خالص قبل اختراع البيلسي. كانت الدنيا ملخبطة شوية. يعني ايه ملخبطة شوية? يعني كان استحالة نور الشكل دي. يعني كان اللمبة تقيد من اي مكان كان عندنا قاعدة في في التركيبات الكهربية ان انا ممكن يكون عندي لمبة تقيد من مكانين. او تقيد من تلات اماكن. دي كانت موجودة عندنا وما زالت موجودة في بيوتنا. يعني انت بتبقى عندك كده بتيجي تركب كهربا في البيت مسلا بتحط لمبة قدام شاقتك. وانت وانت طالع البيت بتقيدها? وانت نازل بتطفيها. او العكس. بمعنى ايه? انا عندي مفتاح بيشغل لمبتين بيشغل لمبة بمكانين اتنين. بيبقى مفتاح تحت في تحت في البيت ومفتاح في الشقة مسلا فوق. او انا طالع بروح جاي ضغط على الزرار. اللي هو في مدخل البيت مسلا فبينور للسلم لغاية لما اطلع. واطلع فوق افصله من قدام الشقة او انزل تحت افصله مش فارقة بقى حسب الوضعية بتاعتك. بعد كده جاولنا الماكنة بتاع السلم اللي قلنا عليها برضو في البيت اللي سي بيتحكم فيها. اللي هو الان دي ليه والاوف دي ليه. برافو عليكم ايو كده الناس فاكر الكلام كويس او الان دي ليه والاوف دي ليه. لما من اي حتة او لو انا نسيتها فيها هي بتفصل لوحدها عن طريق الطايم. يبقى البيت اللي سي عمل عمل تغيير وتافرة كبيرة جدا في التطبيقات الصناعية اللي بنشوها في حياتي. اتحكم في ملعب. ومش كده كمان بقدر انت لو عندك عايز تتحكم في اضاءك. خلوا بالكم لكلمة مصباح هنا المقصوب به مش لمبة. ده ممكن يكون مكنة. ده ممكن يكون خط انتاج. ده ممكن يكون المصباح ده هو بيشغل حاجة معينة او بيستدل بيع الحاجة معينة. فاقدر اتحكم في لمبة عن طريق تلات مفاتيح. واقدر اتحكم في لمبتين عن طريق تلات مفاتيح. كل ده هو اختراعات جديدة. البيت اللي سي وصلها لي عشان اقدر اتحكم في شغل معين او في تطبيقات صناعية معين. تعالوا بقى كده نشوف مسائل تانية او امثلة تانية على تطبيقات البيت اللي سي. اه نيجي بقى هنا المربط الفرص. بيقول لي ايه? بيقول لان عندي بوابة. بوابة تعمل في اتجاهين باستخدام مفتاح ضغط. خلو بلقم الكلام. بوابة تعمل في اتجاهين باستخدام مفتاح ضغط. تشغيل لكل اتجاه. يبقى انا عندي البوابة ده ايه شغالة في اتجاهين. يعني رايح وجايق. ومفتاح ضغط اقاف يعني المفتاح واحد بس اللي بيقفل. ومحرك واحد. يعني انا عندي 看 كل الليلة دي كلها محرك ايه واحد? مع وجود لمباط تشير الى اتجاه الفتح واتجاه الغلق وعدم تشغيل البوابة المطلوب مني ايه بقى ارسم دائرة التحكم لكي يعمل النظام بشكل آمن ركزوا معايا اولاد بيقول لانا عندي بوابة البوابة ده هي تشغالة في اتجاهين ساعات كده تخش فوندو او تخش مؤسسة صناعية كبيرة تلاقي البوابة بتتفتح اوتوماتيك بيفتحها يمين او شمال يعني اتجاهين يعني باستخدام مفتاح ضاغ التشغيل يبقى انا عايز مفتاح واحد بسي يشغالها ومفتاح واحد بسي يفصلها اللي هو الان والوف ومحرك واحد بقى اللي بيشغال البوابة دي بقى خلوا بالكم ان انا مش اجيب محركين بقى لا ده هو محرك واحد بيشغال الوضع الاولان اللي هو الاتجاه الاول والمحرك برضو بيشغال الاتجاه التاني بيقول لي بقى وفيه لمبات انا حاطتها حاطت اللمبات اشارة كده حاطت لمبة بتدل على اتجاه الفتح ولمبة تانية بتدل على اتجاه الغلق ولمبة تالتة بتقول لي البوابة مش شغالة خالص إذا ما أنا هحط هنا كم لمبة تلات لمبات لمبة الأولانية وأنا بفتح البوابة البوابة بتتفتح لمبة تانية والبوابة مغلقة لمبة تالتة والبوابة بمفصولة خالص ما فيهاش طيار أو مش شغال بيقول لي رسيم لي بقى دائرة التحكم لكي يعمل النظام بشكل آمن خلوا بالكم أنت ممكن تبقى فني في مصنع ويطلب منك البرنامج ده هو تصممه على البيئ لسي لازم تكون عارف الحاجات دي خلوا بالكم أن انت هنا بتاخد الأساسيات وبعد كده بقى بتطور نفسك بنفسك لأن هنا أساسيات شغلك طيب تعالوا بقى نشوف الراجل عمل إيه هنا قال لي إيه قال لنا عندي بوابة البوابة دي اتجاهين حلو الكلام وعايز البوابة ده هي تشتغل في اتجاهين بس المحرك اللي عندي محرك واحد ومفتاح واحد يشغالها ومفتاح واحد يفصلها ومش كده وبس ده أنا عايزك تحطي لي لمبات لمبة تشغالة تقولي والله في وضع تشغيل يعني مثلا تديني إشارة خضرة مثلا ولمبة في وضع غير تشغيل يعني في وضع اللي هو مغلقة اللي هو مثلا لمبة بتدي إضاءة حمراء زي لمبات الباني اللي عندنا كده في البيت جنب العداد أو تقولي اللمبة ده هي ان البوابة يا شغالة يا مش شغالة خالص يعني ما فيقاش طيار أو مش وصلها طيار عملي الراجل بقى فاكرين لما كنت بقول لكم دواري التحكم عبارة عن إيه كنا بنتحك مع بعض ونقول عبارة عن سلكين والحاشف ومفاتيح اهو قادي السلكين همت اللي وإن والحاشف ده كله مفاتيح عمل إيه بقى هنا حطيلي مفتاح مغلق اللي احنا قلنا عليه برافو عليكم الأوفرلود ايه الأوفرلود ده يا مستر اللي هو الحماية الحرارية قلنا الدايرة لازم تتأمن لأن المحرك ده بيسخن فبيعدي فيه طيار فعايز أأمنه عشان ما يتحرقش أهم عشان ما يصلوش مشاكل فبحط الأوفرلود ده يا عشان لأقدر الله حصل حاجة دي حماية للمحرك بتاعه حلو الكلام فدي سبتة في كل الدواية خش بقى على الحتة دي ده الستوب وان اللي هو المفتاح اللي احنا بنقول عليه اف أدام مغلق يبقى ده اللي هيقفل الداية تعالوا بقى هنا الراجل عمل ايه عمل هنا ريشتيم مساعدتين الريشة الأولينية سماها كي واحد مغلقة والريشة التانية سماها كي اتنين مغلقة وعمل هنا واحد قلنا هو اللي هو الستار وان وهنا ستار تو طب ليه عمل ستار وان وستار تو ما هو ده اللي مسؤول مثلا عن اتجاه الفتح وده مسؤول عن اتجاه الغلق مش احنا قلنا البواب تشالف اتجاهين فعملنا هنا اتنين قلنا همت وكل قلنا عليه ايه عليكم دكتور وخلوا بالكوا بقى هنا طلع هنا من الكهرباء هي عمل الريشة تلاتة اللي هي دهيت والريشة اثنين اللي هي دهيت وحط عليها لمبه بحيث ان اللمبه دي تشتغل في وضع تشغيل. واللمبه دي في وضع الفصل او في وضع لا تشغيل. واللمبه التالته دهيت عشان تقول لي ان البابه شغالة او مش شغالة. تمام كده? يبني عندي هنا الرسمة بتاعت عشان نفصص حتة حد تاعت. رسمنا خطين كهرباء. حطت مصر اللي هو الحماية. حطتة للمحرك. حطت ان اوف هوت اللي هو ستوب او بيسموه الوف واحد ده هوت اللي هو هيفصل الدايرة كلها او يفصل الب بوابة كلها. حطيت هنا تشعيب او خطعت توازه وحطيت ريشة ومساعدة سميتها كي تلاتة وحطيت ريشة ومساعدة سميتها كي واحد. حطيت الان ده كله على بعض بقى اسمه ان وخلوا بالكو دي خدناها الحلقة اللي فاتت واتكلمنا فيها ان دي ريشة الاساسية ودي ريشة الايه برافو عليكم اللي هي بدل صباعي اللي احنا قلنا عليها ريشة المساعدة. نفس الكلام هنا برضو. حطيت الان وريشة المساعدة والاثنين دولة على التوازي والاتنين دولة على التوازي. حطيت هنا كوندكتور وهنا كوندكتور. بحيث الوضع الاولاني يشتغل اون. يعني ايه اون يا مستر. يعني شغال البوابة مثلا مفتوحة. الوضع التاني بقى البوابة مغلقة. تعالوا بقى نشوف البوابة دي بتشتغل ازاي. قال لي لو انا وصلت المفتاح اس اتنين. اللي هو الستوب تو او الستار تو مع عدارة التحكم كي واحد ومفتاح الضغط تلاتة مع كي اتنين. خلوا بالكم. خد اس اتنين حطها مع كي واحد. زي ما شوفنا في الرأس. وخد اس تلاتة حطها مع كي اتنين. وكل من هما زي ما قلنا متصل برافو عليكم بالايه? بالتوازي مع ملامس مفتوح. اللي هي ريشا المساعدة في دارة التحكم الخاص به. ايه بقى اللي بيحصل ديها? اول ما الملامس المغلق كي واحد ده بيبقى متوصل بالتوالي مع دارة التحكم كي اتنين. والملامس كي اتنين اللي هو الريشا المساعدة التانية متصلة بالتوالي مع دارة التحكم كواحد وظيفتهم ايه دول بقى في حالة التشغيل اي داير التحكم بيمنع وصول الطيار لها فبالتالي لو انا مشغل البوابة الطيار مش هيعد اليمة التانية فالمفتاح التاني مش هيبقى شغال وهكذا بالتوالي مع بعض يبقى انا كده هبقى مسؤول عن تشغيل البوابة في وضع وفصلها في وضع تاني او شغالها في اتجاه وافصلها في اتجاه تاني اللي احنا بقول عليها بوابة تعمل في اتجاهه تمام كده طب تعالوا نشوف مع بعضنا مسألة كمان كده برضو على البوابات بقول لي ايه بقى بقول لي دايرة تحتوي على محركين الدايرة دي فيها كان محرك يا مصطر هنا اتنين بقى هناك كان محرك واحد وبيشغل البوابة في اتجاهه هنا الدايرة فيها محركين اتنين تلات اوجو يراد تشغيلهم بالتتابع اليدوي يا مصطر يعني ايه تتابع يدوي يعني الاولان يشتغل والتاني يشتغل بعد شوية بس عن طريق التتابع اليدوي عن طريق اتنين من المفاتيح المغناطيسية بحيث لا يعمل المحرك التاني الا بعد تشغيل المحرك الاول مع استخدام ضغط ايقاف للمحركين معا في نفس اللحظة وعايز مفتاح واحد بسي يفصل المحركين دول افهم الكلام كويس وركزي معايا وركز معايا عشان الموضوع هنا ما يقولش كبير وصعب كل الفكر انا عندي محركين المحركين دا هم عايش شغالهم ورا بعض بحيث المحرك الاولاني اول ما بيدور ويشتغل المحرك التاني بيشتغل وطول ما المحرك الاولاني مش شغال استحال المحرك التاني يشتغل يبقى شرط التشغيل هنا ايه ان المحرك الاولاني يدور المحرك التاني هيدور بعده بقى شرط اساسي وبقى افصل افصلهم من محرك او من مفتاح واحد تعالوا نشوف الراجل رسمها الناس ازاي اهو عمل خطين قهرباء اللي هو الان لو الان ادي الاوفر رود الاولاني بتاع الحماية الحرارية بتاع المحرك الاولاني وعمل كمان واحدة عشان انا عندي محركين وده الستوب هوت اللي هيقفل الدايرة بتاعتي او يقفل المحركات ويبطل شغل هنا عملي بقى جي بعد الوف هوت عمل اون وريشها مساعدة وكون دكتور يبقى ده المحرك الاولاني وان وريشها مساعدة للمحرك التاني اول ما دور ده هيت وشغالها اول ما دور واتاخد سرعتها المحرك التاني هيشتغل واجه افصل من الوف اللي فوق ده هوت او الستوب ده هو يبقى الدائرة في ابسط تصوير ليها عبارة عن اتنين مفتاح مغلق اوبرلود تحت بعض ده الاولاني شغال على المحرك الاولاني حمالي والتاني شغال على المحرك التاني حمالي ده الستوب اللي بيقفل الدائرة كلها او هو اللي هيوقف المحركات يعني عندي خط انتاج خط الانتاج ده وات فيه مكانتين المكان الاولانية شغالها بقون او شغالها بمحرك والتاني شغالها بمحرك عاية شغل خط الانتاج الاولاني واول ما بيدور ويشتغل ويطلع انتاج التاني يشتغل وراه على طول يبقى شرط هنا بقى خلوا بالكم تتابعوا المقصود بايه ان ده يشتغل ده يشغل تاني وشرط التاني ماينفعش يشتغل لوحده لازم ده يشتغل في التتاوع إن المحرك الاولى يشتغل المحركه التاني يشتغل بعد إيه؟! بعد فترة هنا بقى محطش طايمر هنا ممكن اخد نفس الدايرة واجي لك نفس سؤال في الامتحان واقولك بعد خمس ثواني زي اول رسمة خدناها لما اشتغلنا في الحلقة. قلت لك بالتتابع الزمني وحطت لك ايه? بخمس ثواني او بست ثواني. يبقى انه ممكن احط طيمر ان الاولان يشتغل بعده عشر دقايق او بعده بربع ساعة او بعده بتلت ثواني المحرك التاني يشتغل. تمام كده? يبقى الدائرة دي اسمها ايه بقى? اسمها تشغيل محركين بتتابع يدوي. المقصوب بتتابع يدوي ايه? ان الاولاني لما يشتغل يشغل التاني. الاولاني لما يشتغل يشغل التاني. كهربيا الكهرباء مش هتعدي في التاني لما دا يتقفلو ودا يتقفلو امتى لو انا خليت الستار تو دا هوت مقفول يعني في وضع تشغيل تمام طب لو عايز افصل بقى الدارة دي كلها ورايح المكان او ورايح دماغي اروح جاي غالق من ستوب وان دا هوت اول ما بضغط عليه المحركين اللي اتنين دون ايه برافو عليكم هيتفصلوا طيب يبقى الدارة دي عبارة عن ايه قلنا بقى بسرعة كده الدارة دهيت كده عبارة عن تشغيل محركين مع بعض المحرك الاولاني بيشتغل والتاني بعده بيشتغل بشوية ودي تبسيط لها تاني هوت عشان تبقى قوضح عليكم ان احنا بنشغل المطورين او المحركين من مكانين وشارط الاولاني بيشتغل وبعد فترة بيشغل التاني عايز بس يا ولادة اشير لحتة معينة جدا عشان ما تجوا ببصوا الرسمة دي تعالوا كده نبصوا مع بعضنا دوائر التحكم دي تترسم ازاي عشان حتة دي مهمة او انا دلوقتي جيت قلتلكم لو عايز لسن دار التحكم لمطور او دار التحكم لآلة او دار التحكم لخط انتاج تمام بعمل ايه باخد خطنا همت وروح جاي حاطة نهوت مفتاح اوف اوفرلود وكمان مفتاح اوفرلود لو عندي محركين لو عندي تلاتة حط تلاتة وحط نهوت اوف يقفل الدايرة كلها وروح جاي حاطة نهوت اون وريشا مساعدة وقلنا ريشا مساعدة ايه وظيفتها وظيفتها الاساسية في الدايرة ان هي بتشتغل مكان الان يعني اول ما بغط على ده هوت عشان ده ما يردش تاني ده يفصل تمام كده يبقى جميع دوار التحكم اللي احنا بندرسه عبارة عن مجموعة اسلاب سلكين كهرباء والحشو زي ما قلنا ايه الحشو مفاتيح تمام كده يبقى احنا النهارده استعرضنا عند بعض التطبيقات المهمة جدا في البيئة لسي خدنا ازاي نتحكم في اضاية ملعب كبير وازاي نشتغل على تلات مستويات ازاي نشغل لمبة من تلات مفاتيح وازاي نشغل لمبتين من مفتاحين اتنين بسي وازاي نتحكم في بوابة وازاي ن يتحكم في تشغيل بوابة وتشغيل مجموعة محركات على التتابع الزمنة عن طريق تايمر ومش كده وبس عن طريق ان انا اتحكم يده وبحس ان المحرك الاولان يشتغل وبعد ما يدور وياخد سرعته اشغل التاني من غير ما تدخل انا كل ده مين اللي بيعمله بقى جهاز البيئة لسي كنت سعيد جدا معاكم النهارده في الحلقة دية وقت حلقة دا سما فيها شغل كتير وفيها امثلة كتيرة شكرا لكم النهارده وان شاء الله نلتقى على خير بإذن الله في حلقات تانية اشترك وكده في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم